دعوة لإنشاء كيان سياسي جنوبي موحد أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية في البلد الدعوة التي جاءت على لسان محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي على هامش مؤتمر صحفي عن الأوضاع الأمنية والخدمات في العاصمة المؤقتة يبدو أنها لم تكن أكثر من مجرد إشارة عابرة من المحافظ لكنها لاقت الكثير من الاهتمام نظرا للجهة الصادرة عنها هذه الدعوة وتوقيتها من حق هذا الكيان إذا نشاء أن يكون له صوت في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أسوة بكيان الحوثيين الذي يعتبر كيان الشعي 100% نحن نطالب رئيس هاري بدعم هذا التوجه نطالب مجلس تعامل الخليج بدعم هذا التوجه الدعوة أشارت لأهمية مثل هذا المكون الذي يجب أن يمثل تطلعات أبناء الجنوب إلا أنها أيضا تضمنت إحاءات غير سياسية مما أثر المخاوف من أن يكون هذا الكيان المزمع إنشاؤه إضافة أخرى لفكرة الصراع المناطقية الطائفي الذي تعمل ميليشيا الحوثي والمخلوع على إغراق البلد فيه المحافظ دع رئيس الجمهورية والتحالف العربي لدعم مثل هذا الكيان بما يعبر عن تطلعات الجنوبيين ويمثلهم في الحكومة وفي أي مفاوضات سياسية مستقبلية حسب قوله لكن البعض يرى أن مثل هذه الدعوة لا تخدم المسار الذي تمضي عليه الشرعية ولا يقع ضمن أولويات التحالف الداحم للشرعية في هذه المرحلة وأنه ربما يكون عبا على مشروعها ورؤيتها ودعما إضافيا لمشروع الميليشيا والدعاءاتها باعتباره تجزئا لمشروع إسقاط الانقلاب وتشتيتا لقوى الشرعية دعوة المحافظ أثارت الكثير من التساؤلات هل يسعى الزبيدي لإمساك زمام المبادرة في المحافظات الجنوبية بعد أن كان واضحا خلال الأيام الماضية تصعد دور القيادات السلفية أم أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي طرف إقليمي لتوحيد الجماعات والقيادات التي تتبعه في إطار مشروع واحد يمكنهم من لعب دور أكبر على الساحة اليمنية فيما من الواضح أن الفعل السياسي في الجنوب سيبقى محصورا في إطار التمثيل بحيث يسعى كل طرف لإثبات أنه الممثل الوحيد لقضية أضاعتها مثل هذه الجهود وإنها إلى أي مكان